يقول ما حكما يقول بأن أهل السنة مثبتين عن الجهاد هذا جاهل بحال أهل السنة وجاهل بحال الجهاد فأهل أهل السنة أحرص الناس على الجهاد الشرعي بضوابطه الشرعية وكيف يزهدون فيما حث الله وحرض عليه وحث وحرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكوا الصحابة الكرام والأئمة الأعلام ثم إن ذروة الإسلام الجهاد لكنهم ليسوا بحماسيين ولا ثوريين وإنما يلتزمون الشرع فلابد من الراية ولابد من القدرة